القط ذو الحذاء حكاية من التراث الفرنسي كان يا مكان في قديم الزمان وفي قلب الريف الفرنسي عاش طحان فقير وولده وعندما مات الطحان طرد الابن خارج البيت ولم يكن الصبي يملك شيئا غير اسمه لم يكن للصبي غير فردتي حذاء وقتا اسمه بيرو هذا هو بيرو قل لي يا بيرو ماذا نفعل الآن لم يعد لدينا بيت أو طعام ماذا نفعل ها قل لي لا تقلق دع الأمر لي دع الأمر لي نعم أنا تصرب أدع الأمر لك قل لي هل عندك حل وذهب القط إلى الغابة حاملا كيسا من الكتان كل شيء جاهز الآن ها هو يا ها هي شيء جميل هنا شيء بضحق حقا شيء بضحق هنا بضحق كل غاية وتملكت الأرنب الرغبة في معرفة ما بداخل الحفرة أخذ بيرو الأرنب وتوجه به إلى الحاكم إنه الماركيز كاراباس من يكون هذا الماركيز ها أنا لم أسمع به من قبل أبدا أخبرني من هو لا عجب في ألا يتعرف الحاكم على الماركيز فقد كان بيرو قد اختلق تلك التسمية وفي اليوم التالي قام بيرو بتقديم بعض الفاكهة إلى الحاكم وبعض الطيور النادرة إلى ابنته وعقدا من الورد للقطة هدايا جميلة أرجو أن تشكر الماركيز كثيرا سأبلغ بذلك يا مولاي أريد أن أعرف المزيد عن كاراباس نعم نعم أنت على حقبنتي ماذا؟ كلامك غير معقول كلا يا بيرو أنت متوهم أكيد كلا إنها فرصة مناسبة بالنسبة لك حتى أنك قد تصبح ماركيزا بالفعل نعم كن واثقا من ذلك وماذا لو اكتشفوا أمنا؟ ثق بي ثق بي نعم أراد الحاكم وابنته مقابلة الماركيز كراباس وشكره على ما قدم لهما ولكن كيف يستطيع بيرو أن يحول كراباس ابن الطحان إلى ماركيز؟ البرد شديد ما أبقى هنا؟ يا إلهي تعمل قليلا تعمل تعمل ها هو قادم ها هو لحظة واحدة وبسرعة تظاهر كراباس بالغرق النجدة الماركيز كراباس في قطر النجدة الماركيز كراباس يضرق النجدة النجدة هيا بعد ما انتفقنا علي هيا النجدة بتروحي الماركيز كراباس يضرق 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 حزن الحاكم لما أصاب كراباس وأمر بتزويده بملابس كراباس أنا الماركيز كراباس عند رؤية الفتاة لكراباس أحبته كثيراً وطلبت منه أن يتجول معها يا لها من زهور جميلة حقل من هذا يا ترى؟ ردت إحدى الفتيات حقل الماركيز كراباس حقلي؟ صحيح صحيح نعم حقلي أين ذهب بيرو يا إلهي؟ بيرو كان بيرو في حقل من الحقول القريبة اسمعوني جيداً عندما يسأل الحاكم أو ابنته حقل من هذا عليكم بالإجابة بأنه حقل الماركيز كراباس مفهوم؟ فإن أجبتم بغير ذلك سيضرقوا الحاكم نعم وسيتقموا منكم لا تنسوا ذلك هل حقل ملك للماركيز كراباس؟ هل فهمتم؟ هل مفهوم ذلك؟ هل حقل ملك للماركيز كراباس؟ لفا إنه قادم هيا وعند سؤال الحاكم حقل من هذا أجاب الجميع في صوت واحد إنه حقل الماركيز كراباس وقال صياد أن النهر ملك لكراباس وقال الحطاب إن الجبل ملك لكراباس وقال رعاة الأغنام بأن السهولة ملك لكراباس قال الجميع أن كل شيء ملك للماركيز كراباس أنا متهش يا ماركيز كراباس إن لك ممتلكات شاسعة أنا لا أصدق أنك تملك كل هذا ولا أنا أصدق أيضا نعم أنا أيضا كانت الأمور تسير على ما يرام حتى طلب الحاكم رؤية قصر الماركيز عفوا عفوا ذلك القصر بالكل الماركيز كراباس انظر إليه إنه هناك أحس كراباس بالقلق لأن القصر لم يكن ملكا له وكان يعيش في هذا القصر شخص مشعوذ سايدي لقد سمعت بأنك تقوم بأفعال إن عجيبة جدا، هذا صح Armán يقولون بأنك تستطيع أن تتبدل إلى أي شيء فيل أو نمر هيمكنك أنت فعال تريدون أن تروا فعالي حسنا عجيب وافق المشعوذ على طلب بيرو حتى يتباهى أمامه آه لا..اّاّ أنا خاف أرجوك أرجوك تبدّل سريعاً أرجوك أنا خاف ياه يا رأيت قدراتي ؟ رأيت إن طلبت مني أي شيء أتبدّل إلي أتبدّل في حال United نعم أستطيع ذلك حقًّا هل يمكن ذلك؟ يمكنك أن تتبدّل ليس هناك شيء لا أستطيع ونعمله أتفهم هل تستطيع مثلا أن تتحول إلى فأر أن ذلك شيء صعب على ما أعتقد أيمكنك أن تتحول إلى فأر صغير؟ نعم يمكنني لا أصدق لا ماذا لا تصدق سوف أريك ولا أسمح لك بإهانتي أرعيت قدراتي؟ نعم لقد رأيت يا غبي هجم بيرو على الفأر والتهمه أهلا 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 بالحاكم مرحبا بك في قصر المركيز ماذا؟ وحيا له من قصر جميل ازداد حب الحاكم لكارباس بسبب ثرائه وكذلك أحبت ابنة الحاكم كارباس كثيرا لذلك سمح لهما الحاكم بالزواج وعاشا في سعادة دائمة ولكن أين بيرو؟ هل تحبين أن تمتلك قصرا كبيرا؟ ماذا؟ قصرا؟ نعم تستطيع أن تفعل أي شيء كارباس؟ لذلك ماذا؟ أكذore أن تفكر في عملة